السلام عليكم في فيديو النهاردة ان شاء الله هنخزن في عصير البرتقان بكميات مركزة وكبيرة جدا من غير بقى ما نضيع وقت كبير ومجهود في عصره هنختار دايما كده الحاجة الاسهل نسمي اللبقة كده ونشوف الخطوات مع بعض بجيب كده الجذر وبقى الشروب وبعد كده بقطعوا بالشكل ده كده كل حوالي 4 كيلو من البرتقام ضفت لهم نص كيلو من الجذر الجذر طبعا يعتبر كيمة غذائية وبيضي برضو لون وكوام حلو جدا للعصير بجيب بقى بعد كده القشارة بتاعت البطاطس دي وباخد كده البشر بتاع البرتقان تخلي بالك ان انت ما تخديش اي جزء خالص من الابيض لانه بيبقى المرارة فيه عالية جدا عشان كده ما يتخليش العصير بتاعك مر او ان انت تجيبي كده مبشرة جوتبشرة برضو كده جزء كده برضو من البرتقان وتخلي بالك برضو ان انت ما تاخدش برضو اي جزء من الابيض خالص الموجود الطريقة بقى اللي انت تحسها بالنسبة لك كده اسهل وافضل تستخدميها خدت كده على كل برضو اربعة كيلو بشر حوالي كده بشر ست كده برتقانات طبعا البشر بيدي طعم جوتب انكها فيه كوية جدا فهيخد هيدي كده للعصير بتاعك طعم جميل جدا الكمية دي كده بقى اللي انا بشرتها دي كده كويسة جدا على قد كده الكمية اللي انا هخزنها بجيب بقى الجزار اللي انا قطعته وبحطه كده في حلاء عشان اصلقه عندي وبنزل كده برضو بالبشر بضيفه كده عليه وضفتله حوالي كوباية من المية بتغطي بعد كده بقى الحلاء وصيبته يستهوا عندي على نار كده تكون هادية لحد كده ما يستهوا كده معايا برحتو بجيب بقى كده كل كمية البرتقان اللي عندي وبقطعها بقى كده هتلاقي كده القشرة دي بتقطع معاك كده وتطلع بكل سهولة تخلي بالك ان انت تتخلصي من جزء الابيض اللي موجود ده على قد كده ما تقدري ما تسيبيش كده خالص في البرتقانة اي جزء خالص منه عشان تتأكد برضو ان العصير بتاعك ما يبقاش فيه كده اي مرارة بعد كده دي كده الطريقة الاولى اللي انا قطعته بيها او ان انت تجيبي كده طريقة او ان انت تجيبي كده سكينة تكون كده مشرشرة بتسهل جدا في الطاقية هشيل بقى كده الجزئين اللي هما موجودين عندي تحت دول وتقطع بقى كده البرتقانة كده من الجوانب على طول من غير ما تبسيكها في ايديك خالص الطريقة دي بتبقى سريعة جدا بس هي بس مشكلتها ان هي كده بتاخد جزء كده من البرتقان في القشرة طبعا افضل نوع طبعا في العصير هو طبعا البرتقان البلدي لان بيبقى فيه كمية مية كبيرة جدا فتاخد منه اكبر كمية من العصير فعشان كده طبعا بيبقى هو افضل نوع في التخزين بعد بقى ما بتخلص كده كل الكمية الموجودة عندك بتقطع بقى كده البرتقان لحلقات كده بالشكل ده او لشريح كده لحد برضو ما بتخلص كل الكمية الموجودة عندك واي بزر بقى بيبقى موجود تشيريه لان برضو البزر بيبقى برضو فيه كده مرارة كل الحاجات اللي ممكن تدينا كده مرارة في العصير لازم كده نتخلص منها سواء بقى الجزء الابيض او البزر اللي تبقى موجودة وتخلي بالك كده وانت بتشيري البزر تقليبي كده كل شريحة كده على الوشين يعني ممكن تشيري كده من جزء يبقى برضو موجود كده في الوش كده التاني بتاعها بقطع بقى كده كل كمية بجيب البرتقان الموجودة بقى كده معايا بعد بقى لما الجزر سلقته سيبته يبرد عندي كده تماما بعد كده بقى ضفته على كده البرتقان دي كده كل الكمية اللي انا كده قطعتها بجيب بعد كده بقى الاكياس اللي انا هحفظه فيها او بقى لو بتحبي بقى تحفظيه في علاب دي بقى بترجع على حسب بقى الطريقة اللي انت بتفضليه او بتحبيه اهم حاجة بقى كده وانت بتحطيه تخليه كده مفروض ما تحطهش كده فوق بعضه طبعا بقى بتخزيني برضو الكمية على حسب اللي انت هتستخدميها على حسب طبعا ده افراد كده قسرتك او على حسب بقى الكمية اللي انت بقى حبى بعد كده بقى تعمليها بخرج كده اي هوا يكون موجود عندي تماما في الكيس طبعا كده الطريقة دي من افضل طبعا الطرق لو عندك اي كمية بردقان هتقدري تحفظيها من غير ما تاخد معاك بقى اي مساحة ولا مكان خالص في الفريزر بتاعتك بقفل كده الكيس نصين ما بربطوز خالص برضو عشان كده يبقى مفروض كده معايا واضمن برضو ان برضو ما ياخدش معايا برضو مساحة ولا مكان خالص تقدري بقى تحفظيها عندك بطرقتين ان انت تعني كده شريح بالشكل ده او ان انت تضرب كل الكمية الموجودة عندك في الخلاط وتصفيها وبعد كده تحفظيه في كياس وبعد كده بقى لما بتيجي تخرجيه بيتخفيه بس كده من المياه كل كده كوبايتين من البرتقان بيتخفي فيهم كده بحوالي كده برضو كوبايتين قصدهم من المياه طبعا بقى السكر ده بيرجع على حسب الرغبة على حسب بقى ما انت حبه دي بقى تحتبر من اسهل الطرق طعمه بصراحة بيبقى حلو جدا عملنا بقى كده بكل سهولة ومن غير بقى ولا وقت ولا مجهود خالص ما شاء الله لون العصير وكوامه جبيل جدا اتمنى بقى ان شاء الله كده تجرب الوصفة وتعجبك اشوفكم بقى ان شاء الله كده في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته